مشكلة ضخمة في سد النهضة بتكشفها الأقمار الصناعية لأول مرة ننشر التفاصيل وانخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 يسجل هذا السعر بننشر التفاصيل وتعديل سلعة رئيسية وخمسين جنيه قرارات حاسمة تنتظر بطاقات التمويل والكلام ده مش هيحصل تاني إيه اللي بيحصل في سوق السيارات بعد أمر الرئيس وتخفيضات 10% على السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بننشر الأماكن والتفاصيل ورد عاجل من قناة السويس على اتهامات كبيرة موجهة لها بننشر أيضا التفاصيل الكاملة في الفيديو لكن قبل ما نخش في التفاصيل حابين نكسب صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أتشرف في متابعة حضراتكم للصفحة اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكبر عدد لايقات ممكن واعمل شيرا ومشاركة للفيديو على صفحتك الشخصية وفي المجموعات عشان غيرك يستفيد وندخل مع بعض في التفاصيل مشكلة ضخمة في سد النهضة بتكشفها الأقمار الصناعية لأول مرة وهيدي فاروق مستشارة ترسيم الحدود كشفت عن مشكلة كبيرة في سد السرج الركامي اللي بيكمل سد النهضة السور اللي تصورت بالأمر الصناعي وضحت ان فيه تسريبات مية كبيرة وراء السد ده وده أدل تكوين بحيرات وتجمعات مائية بسبب خلل في الأرض تحت السد الرطوبة زادت في التربة وده عمل ضغط على السخور تحت السد اللي أظهر التجمعات مائية واضحة جدا إثيوبيا ثابت مكان لتصريف المية مفتوح عشان ما يبنش حجم المشكلة لكن الأقمار الصناعية كشفت اللعب اللي بيحصل هناك وده وضح ان الأرض تحت السد السرج بتتعرض لضغط كبير جدا وكمان فيه تشققات كتير في جسم السد اللي بيتزيد خطر انهياره هايدي أكدت ان المشكلة مش بس في التسريبات لكن المية بقت توصل لجدار السد وبدأت تعمل شقوق فيه وده بيزود من خطورة الوضع الفيديوهات الجديدة اللي صورتها الأقمار الصناعية أظهرت ان التشققات بقت كتير في جسم السد وأثيوبيا بتحاول ترمم السد لكن الموضوع بقى أكبر من قدرته مع التعامل معه المختصر المفيد عشان ما طولش على حضراتكم فيه خطر كبير بيأثر على سد السرج اللي ممكن ينهار في أي وقت لو التسريبات والتشققات استمرت وأثيوبيا بتحاول تخفي المشكلة لكن الأقمار الصناعية كشفت كل حاجة بيحاولوا يخبوها أترك لحضراتكم التعليم انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 يسجل هذا السعر سعر الذهب النهاردة فضل مستقر عند آخر هبوط حصل في نهاية تدولات إمبارح واللي فيها نزل سعر الذهب من عيار 21 واللي بيعتبر أكتر نوع أو أكتر عيار الناس بتشتريه نزل حوالي 10 جنيه لجرام إما السعر الذهب العالمي في البرصة العالمية فهو مستقر برضو هقول لحضراتكم تحديثات سعر الذهب اللي أعلنتها شعبة الذهب وبرصة الذهب المصرية سعر الذهب من عيار 24 النهاردة فضل مستقر في محلات الصاغة سجل 4097 جنيه و14 قرش للجرام سعر الذهب من عيار 21 النهاردة في محلات الصاغة وصل لـ 3585 جنيه عيار 18 النهاردة سجل 3072 جنيه 86 قرش في محلات الصاغة بالنسبة لسعر الجنيه الدهب النهاردة وصل لـ 28680 جنيه إما بالنسبة لسعر الذهب العالمي سعر الأنصة وصل لـ 2644 دولارا أترك لحضراتكم التعليم تعديل سلعة رئيسية وخمسين جنيه قرارات حاسمة تنتظر بطاقات التموين وزارة التموين طلعت قرارات جديدة بتهم الناس اللي بيستفيدوا من بطاقات التموين أول حاجة الوزارة كانت منعت صرف المكارونة وزن 400 جرام على بطاقات التموين لكن رجعت في كلامها وقررت أنها تصرفها تاني من النهاردة يعني الناس هتقدر تاخد المكارونة زي ما كانت متعودة كمان الوزارة قررت تعديل أسعار المكارونة على البطاقة التموينية مكارونة وزن 800 جرام سعرها زاد وبقى بـ 17 جنيه مدى 15 جنيه ونص والمكارونة اللي وزنها 400 جرام بقت بـ 8 جنيه ونص بدل 7 جنيه 75 قرش في نفس الوقت وزير التموين الدكتور شليف فاروق قال أنه لازم يتم تسريع عملية استخراج بطاقات بدل فائد أو تالف للتموين بحيث يتم استخراجها خلال يومين على الأكثر رسوم اللي بتدفعها عشان تستخرج بدل بطاقة تالف هي 20 جنيه إما لو البطاقة ضاعت فهتدفع 50 جنيه عشان تستخرج بدل فائد الوزارة وضحت أن البطاقات أحيانا بتتلف من كثر الاستخدام وأن ده بيحصل لما البطاقة تدخل في مكان الـ ATM وتخرج ويتم يعني استخدامها بشكل سيء بدون الحفاظ عليها يعني في ناس ما بتعرفش تحافظ على بطاقة التموين ده غير إن في ناس بتفقد بطاقتها وده اللي خلى الوزارة تهتم بإصدار بدل فائد وتالف بسرعة القرارات دي جت عشان تسهل على الناس اللي بتعتمد على التموين في حياتها اليومية وتساعدهم إنهم يقدروا يحصلوا على السلع بسهولة وبدون مشاكل حسب كلام وزارة التموين أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الكلام ده مش هيحصل تاني إيه اللي بيحصل في سوق السيارات بعد أمر الرئيس الرئيس السيسي اتكلم بنفسه عن أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يوضح الحقيقة ويفهم الناس الوضع العربيات دي الدولة بتجيبها بدعم كبير جدا لذوي الهمم يعني بيقدروا ياخدوها بأسعار قليلة جدا أو شبه ببلاش ما بيدفعوش عليها جمارك لكن اللي حصل إن فيه ناس استغلوا النظام ده وبدأوا ياخدوا العربيات من غير وجهة حق وبيبيعوها بأسعار عالية جدا في السوق وده أدى إن اللي بيستفيدوا فعلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بكنوش غير 12% بس والباقي راح لناس تانية بهدف الربح الرئيس كشف إن حوالي 200 ألف عربية دخنت البلد خلال سنة ونص وإن الدولة خسرت حوالي 20 مليار جنيه بسبب التلاعب ده وضح إن العربيات دي كانت بتدخل بأوراق غير مصبوطة أو الناس بياخدوا بيانات ذوي الهمم وبيتصرفوا في العربيات لحسابهم السيسي أكد إن الكلام ده مش هيحصل تاني والحكومة تحركت بسرعة عشان توقف التلاعب تضع قواعد جديدة لضمان ووصول العربيات للي يستحقها بجد الأزمة دي أثرت على سوق العربيات بشكل عام وخلت الأسعار تعلى بشكل كبير جدا ورجع الأوفر برايس اللي هو تدفع فلوز زيادة عشان تستلم إلى العربية وزوت حالة الركود في السوق الحكومة دلوقتي بتحط قوانين جديدة وهيفحصوا العربيات اللي في الموانئ قبل ما يسمحوا بدخولها من تاني طبعا أنا مع فكرة إنه الدعم يروح لمستحقي ولكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر وهو سوق السيارات مشكلة كبيرة جدا عندنا حالة ركود وعربيات قديمة يعني أصحابها بيبيعوها بأسعار عالية عشان ما فيش عربيات جديدة أو بسبب قلة العربيات وقلة المعروض الناس عوزة بيبيع عربياتهم ويحققوا منها أرباح وخصوصا التجار عشان ما يخسروش ويبدأوا يعني في هذه الدائرة اللي ما بتخلصش اللي هو نبيع العربية بسعر عالي يعني لو جينا نقارب ما بين العربية دي سعرها في مصر وسعرها بره هنلاقي مثلا إن سعرها بره 10% من سعرها هنا في مصر أترك لحضراتكم التعليق تخفيضات 10% على السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بننشر الأماكن والتفاصيل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنها تعمل تخفيضات 10% على كل السلع والمنتجات اللي موجودة في المجمعات الاستهلاكية في كل محافظات الجمهورية وده بمناسبة الاحتفال بذكرى اكتوبر الوزير كان بيتكلم في إطار سياسة وزارة التموين لبتهدف إنها توفر وتزود السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة لكل الناس كمان أكد الوزير إن العمل هيستمر في كل المجمعات الاستهلاكية يوم الحد بشكل طبيعي وهتكون كل السلع موجودة بتخفيضات 10% في كل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في النهاية الوزير قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد وخمسين لانتصار أكتوبر العظيم كمان الوزير أكد إن الهدف من التخفيضات دي هو إنه يخفف العبق على المواطنين ويوفر لهم السلع بأسعار معقولة خصوصا مع الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها قال كمان إن الوزارة دايما بتحرص على توفير كل احتياجات الناس من السلع الأساسية زي السكر والزيت والرز والدقيق وغيرها من المنتجات اللي الناس بتحتاجها في حياتهم اليومية الوزير كمان قال إن التخفيضات دي مش بس عشان الذكرى ولكن كمان هي جزء من خطة الوزارة إنها تضمن توفر السلع طول السنة بأسعار مناسبة لكل الفئات وده جزء من حرص الدولة على دعم المواطن وتقديم الخدمات اللي تخليه يقدر أو تساعده على العيش بحياة كريمة في النهاية الوزير ختم كلامه بتأكيده على أهمية إن كل الجهات المعنية تفضل شغالة بجدية تستمر في مراقبة الأسعار والأسواق عشان تتأكد إن التخفيضات دي بتوصل للمواطن فعلا وإن ما فيش تلاعب أو استغلال يحصل في السوق رد عاجل من قناة السويس على اتهامات كبيرة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس طلع يوضح إن الكلام اللي بيتقال عن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي مش حقيقي خالص وقال إن المبنى مش هيتأثر تاريخيا أو معماريا لكن بالعكس الهدف إنهم يستغلوا الموقع بتاعه اللي بيطلع القناة عشان يكون مكان سياحي جميل كمان الهيئة دي عندها تاريخ عظيم وبتحافظ عليه زي ما عملوا قبل كده لما رمموا المقر الإداري الأول في الإسماعيلية وحاولوا المتحف عالمي